مرحبا بكم مشاهدين أينما كنتم عدد جديد من برنامجكم اليومي نهار تراندينك برنامج نحاول نسلط الضوء فيه على أبرزية الصور والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب انستغرام وحتى تويتر كالعادة نستهل عدد اليوم بالهاشتاغ الأول مشاهدين الكرام بكلمات تنبع من القلب وعيون تضرف دموع كلمات مؤثرة وجهها الناخب الوطني أو ما يسميها الشعب الجزائري بوزير السعادة الكوتش جمال بالماضي عقب مباراة إيران الودية والتي ابتسمت للفريق الوطني مشاهدين الكرام وجه الكوتش كلمات شكر وتقدير لكافة الشعب الجزائري على وقوفه جنبه خاصة بعد التعاطر في كاسفريقيا الأخيرة ومونديال قطر ليوجه رسالة شكر ومؤذرة لكافة الشعب الجزائري والماضي قدم لتحقيق نتائج أفضل في تصريح له للفعف نترككم تتابعونا ومشاهدين هذا الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثم نعود إلى التعليقات واقع التعليقات لاسف عمي بقتمكن لتتقابع كما ينتهي من الضمين كما ذكرتنا على مدارك كما يتمنى من المستخدام مجل جزائري عندما نعرف لكي نحظر كما من الناس لا يوجدوه نقول لا شيء نكما نتحدث نحظر 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 الشعب الجزائري نحظر 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 ونحنرق في النáveisث ونحن الوطفل المعلم للدرب ونحن أريد ان تحضر ونحن المعرفة ونحن التجاريخ وقتها ومعرفة تعمل كلمة ومن الرجل ومعرفة ومن مفت لدك ومعرفة ونحن القبض ومعرفة ونحن الكثير من نمجل الذين عمله نعمل نمجل أحيانا بشريبا قرآن الأوبيب المكان يتبعي من هذا هذا هو أنت محسنا لأشياء لتعجب بشريبا أعطيه لأبنا والم إلحاق والمعينة للعمراق على التعالي على الناس وأمي أحيانا تبدأ أنا لا أعطيه أنا الذي يزيد أنا أتى جميع أشياء ليس جدًا ليس بشير فيها فيها عامل وليس مرد حقوق لبوث يحضر لكننا لا أتأكد بشكل صحيح. فإنه أجل لكي أفعله, لكنني أتمنى أنني أقعدنا. نضطب أننا في حقوقه ونقدمتنا ونمر مكسوم니다. نكتب ونفصلنا على أهو. نريد التطبيق عليه ونفصلنا على أشياء التطبيقات للجميع. أشكر الله وشكر أحباً وشكرًا لنظيفه. مشاهدين الكرام التعليقات رصدنا لكم البعض منها خالد الذي قال وعلق بالماضي موروط وطني نفتخر به هو مثل النجاح بذل نجاح للالتزام لحسن أخلاق من الجميع رؤية أبنائنا يكبرون وهم يشاهدون مدرب فريقنا الوطني قدوة في كل شيء تعليق آخر من زهير الذي كتب أنا شخصيا عني معاك بالماضي مقتنع بيك وبخدمتك مكاش معصوم من الخطأ بصحنيتك تفرح الشعب وطلع لعلام ورانا في مجال الرياضة لقانونها ربح وخسارة أنت الأفضل ألفض إلى الأمام أو الأفضل إلى الأمام غالبية الشعب معاك تعليق يوسف الذي غرد وقال حسرة كبيرة لعدم وجود المنتخب في المونديال لكن ما عليش ننسى اللي فات العمل معا بالماضي الهدف كأس إفريقيا تعليق يارأ التي كتبت في هذا التعليق المدرب الكبير وزير السعادة بالماضي يفوز بأي تشكيلة ما شاء الله عليه وعلى اللاعبين رب يحفظهم وينصرهم إن شاء الله بالماضي مكتب للجزائر أفضل من كأس العالم أنتم فخر الجزائر الجزائر في المونديال لولا الكولساء حسن الله ونعم الوكيل الجزائر أكبر ممن ظلمها والله أكبر من الظالم مشاهدين الكرام موح أيضا الذي علق جمال الرجل الحنون العزيز على قلوب الشعب الجزائري لك كل التحية والتقدير كوتش إذن مشاهدين تعليق أخير الذي كتب بالماضي كبير حبه لبلدي وشعبه فوق كل شيء الحمد لله أننا نبدلك نفس الشعور وأيضا تعليق آخر أنت هو المكسب الحقيقي للرياضة في الجزائر حتى ننبغوك مشاهدين الكرام كانت هذه أبرز تعليقات بخصوص الهاشتاغ الأول ننتقل إلى الهاشتاغ الثاني وإلى موضوع آخر مشاهدين لم تخلوب كالوريا جوان 2022 في أيامها الأولى من الأحداث والأعمال الخيرية والمبادرات المشرفة أولها أجواء صنعها تلميذ رفقة أوليائهم الذين قدموا أمام مراكز الامتحان لمرافقة وتشجيع أبنائهم وكذا توفير حفلات أيضا لنقل التلميذ وفتح المساجدة لهم وتوفير الجو المناسب لرحتهم نهيكا عن أعوان الحماية المدنية الذين قدموا يد المساعدة والعون للتلميذ ومن بين مشاهدين الصور والفيديوهات التي ميزت أيام الامتحان صور لرجال بكل فخر نرفع لهم القبعة احتراما لمجهوداتهم الجبارة حيث تكلفوا بمساعدة مترشحين شهادة البكالوريا في حالة مرضية بنقلهم من مقر سكنتهم إلى مراكز الامتحان وهذا طيلة أيام الامتحان مشاهدين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يفوته فرصة التعليق رصدنا لكم البعض منها في تعليق الأول كتب وكتبت الشكر موصول لرجال الحماية المدنية ونسأل الله توفيق وستدد للطلب المشاركين في امتحان شهادة البكالوريا والشفاء التام تعليق آخر الذي كتب رجال الحماية المدنية نمبر وان دائما في الميدان وفي كل الطوارئ وربي شافي البنتين ويفقهم في الشهادة تعليق محمد الذي كتب ربي بارك فيكم يحفظكم يا رب العالمين إن شاء الله هو العزيز عمل إنساني قبل ما يكون مهنة ربي عونك إن شاء الله جزاك الله خير أو جزاك الجنة إن شاء الله صار وأخر تعليق كتبت جزاهم الله خيرا والتلاميذ ربي شافيهم ويفقهم إن شاء الله مشاهدين الكرام أيضا كانت هذه أبرز تعليقات بخصوص الموضوع الثاني ننتقل إلى الهاشتاغ الأخير القطة الخارقة وفي مشهد نادر لا نرى في كل يوم تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب يجمع بين قطة وذئب مفترس وجها لوجه وهم يتصارعان بولاية تيكساس محاولا خطفها والتهامها طبعا هذا الفيديو حصد على أو سجلته كاميرا مراقبة المنزل وحصد على الملايين من المشاهدات والتفاعلات على جميع ونصات التواصل الاجتماعي وعبر الكثير من الرواد عن سعادتهم بعد نجاح القطة من النجاح مشاهدين التعليقات طبعا في التعليق أبو المجد يقول سبحان الله حلوة الروح تخلي صاحبها يفعل المستحيل أقول من أجل البقاء والمواجهة شيء جميل في كل المواقف وكل ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا والبقاء للأقوياء تعليق آخر الذي كتبت قطة شجاعة لم تستسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تعليق آخر من لبنة التي كتبت حتى عند الحيوان توجد شجاعة بالمواجهة وإنقاذ نفسها مهما كان أحسن من الاستسلام تعليق آخر أيضا حسين أو حسين الذي كتب مسكين الروح غالية لكن والله برافو اجتماع الشجاعة والذكاء والرشاقة أنقذت رحا تعليق سعيدة التي كتبت مشاهد مؤلمة وصلني أحساسها بالخوف كانت تصارع من أجل البقاء إذن مشاهدينا كانت هذه أبرز تعليقات بخصوص الموضوع الأخير وبهذا وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج النهار تراندينك شكرا لكم